المنتخب أيضا بيواصل تدريباته وانضمام أحمد حجازي استعدادا لمواجهة لبي هتبقى أخبار كتيرة جدا الفترة القادمة على منتخبنا الوطني وكل شوية هقول هذا الكلام كل الدعم وكل التأييد للمنتخب الوطني ولجهازه الفني إن شاء الله يستطيع أن يفوز منتخبنا الوطني في المباراتين القادمتين وطبعا دي لقطات أرشفية لتدريبات منتخبنا الوطني قبل مبارات ليباريا الودية فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني إن شاء الله أنه يستطيع أن يفوز على منتخب ليبيا ذهابا وإيابا عشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نصل إلى حلم كل المصريين باللعب في كأس العالم في قطر خلال المشاركة القادمة كيروش يحفز حراس المنتخب ويطلب تقريرا من عصام الحضري تمام حكم بورندي لمبارات مصر وليبيا وطاقم جنوب إفريقي للعودة انتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن حكام مبارات منتخبنا الوطني الأولى في مصر وهو حكم بورندي وطاقم جنوب أفريقي لمبارات العودة في ليبيا لعبوا المنتخب يشيدون بشخصية كيروش زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الحقيقة يعني تليفونات كتيرة عملتها الفترة اللي فاتت معها مجموعة كبيرة جدا مننا المحايتين بكيروش وإن شاء الله بكرة نحاول نجيب لحضراتكم حد برضو من الناس القريبة جدا من كالوس كيروش يحكي لنا عنه حد كان عايش في البرتغال بس بكرة إن شاء الله نشوف الموضوع ده شخصية قوية جدا شخصية صارمة بيشتغل على التفاصيل الصغيرة اللي موجودة مع اللعيبة بياخد باله من كل حاجة إن شاء الله إن شاء الله يعدي الفترة الصعبة اللي جاية ويكمل مع منتخبنا بهذا الشكل والجمعة بيقول لكيروش أبلغ المستبعدين بالقرار وصلاح قائد المنتخب أمام ليبيا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر